المطبخ تونسي مع ألف أهلا ومرحبا بكم اليوم شانو مع بعضنا طاجين بالبيتنجين والسبناخ وصفة تحمياتي امانا زيت خلاط مع السبناخ طاجين اخليت ثلاثة فخار الجيج بلشة جلدة كما تحبوا وقصيت المكعبة وحتيت لهم الزيت وفوحهم ملح شوية فلفل كحر تابل مشكل بها وكركم وكركوم ونقليهم دبا نقليهم قليلا حتى يلبل البصل ونضع الماء نجد الجيجي تيب في كل مرقم وبما أنه تاجين بيتنجين يجب أن تحقق بيتنجين كبيرة كاية خصلتها مليح ونحي تلقق شورها لماكسيموم وخليت منها وقصيتها وقترنشيتها بالطول على الطول تنجمو تقليوها في الزبدة في الزيت تقليوها كما تحبوا وحتيت ماء يغلي من لطة في كسارونة وخليتها تتفور هنا تقليوها 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 برد بلقدي 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 ومن بعد نضيف التجيج حيث من العظام ونضيف التجيج ونضيف القش كبير ونضيف برج ونحاول نضيف تقليوها نضيف الى الأصفر و لا يوجد زائد ثم نضيف البيتنجين نضيف البيتنجين من 5-10 دقائق ثم نضيف البيتنجين نضيف البيتنجين نضيف البيتنجين 50 جرام نضيف الملاحظة نضيف طريق قليل أن نضيف الملتونPerfect لم نضيف الملتون ٨ إقعام نضيف الملتون و نضيف الملتون لا نقوم بغ 沒有 يجب أن يكون مظهر منفصلة على الأصفر و ليس تخلط مع بعضهم من يحسينه يجب أن يفوج معاكم في الفور و يجب أن يكون مظهر حاولوا حتى تخلطوا بفرقيته لا يجب أن تخلطوا بمغرفة كيفية المهم أن تخليوا لبيضها كيكا ظاهر و الأصفر ظاهر لا تركضوا مع بعضها هذا يسر من الأسرار نجاح الطاجين نأخذ البيريكس نضع زيتونة لا تضع زبدة أو زيت عادي كما تحب و من بعد حتيت تعليه تختوخذ الحشم الطاجين ماذا بيكم تقسموه بالضبط أنا عملت ملوطة أكثر مني من فوق هسيلو تحطو شطر اللوطاني تحط فوق البيتتجين متاعك المفور راهو طايب أنا بالكذاب بالعمل فما واحدة تقسمتلي في اثنين و كثوت ميو طايب على اللخ كما قلتوك من أنا اخترت بش نعملو مفور انتوما تحبو تقليوه ولا تقليوه تصرفوا سبناخ و بعد ما نضفته حتيته تفاور زادهوه لذي حجمه وصل لها كذبل وقتها هبطتو و باش نعصره بما انه سخون خليتت البوري و عصرت بها الماء سبناخ و الماء سبناخ و الماء نعصره المكسيما سبناخ دو ببعض و حتيت ان تقوم يجمه و بتنجينه كهو و قرعمه ثبناخ ببعض الخضره اللي عندكم خوضره اللي عندكم و حتيت سبناخ بعد ما تعصر مليح مليح و شايح من مام تاعو عندي تواج بن مثلثات بش نحط طواج بن مثلثات يحب وراه يفرق في النكهة وقالج بالموكل مربعة ذاكا يبنن بالقدي هذه الوصفة أكلتها عند حماية ترك عليش قلت بدنا ليه بش نعمالها نعاودها اما هي بليش سبناخ هي طاجين سبناخ تعملوا واحده وطاجين البتنجان واحده يا اخي انا عندي نهارته سبناخ وليته بداي صفهر قلت بش نكملنا عمله والله جيبنيني هبل واشتر ثاني جي نحطه ريتو كيفاش قعد بليش سبناخ ظاهرين واضحين كارني زيت حتى كابتين اعظم في الاشتر ثاني بش كاملت غطيتو مش مشكلة جي مزيين وبني نحاول طوا نحله بالسياسة على كبر الطباق اكهو الفرن متاعي يسخن على اعلى درجة في الطاجين انا نحط اعلى درجة وكل واحده فرنه يعرف فرنه 35 الى 40 دقيقة وهو يتيب من لطاكهو وانا فرن يحمر من فوق ما غير من حل عليه ومن بعد نحليته برد كيفاش يتشتش خليته برد شوية ووجيت بش نقسمه حبيت نقسمه طروف صغاره وبعد قلت لي بش نعمل طروف كبار خطر لحقيقة ذا الليلتها عملت كنا ذاك عشي ما عملتش مع احد شي اخر هو ما شاء الله قوي كفي ويوفي وهذا يطاجين متاعي نقدمه ها هيكا مزيانة ولله ينعجبني ها هيكا مزيانة ولله ينعجبني وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة